لكن عايزة أتكلم على الحدث نفسه يعني إيه المبرر للتنفيذ دلوقتي أو للمطالبة بالتنفيذ دلوقتي هل أنتم مخالفين للقانون ولا أنتم في قانون أساساً لم يتم التعامل معه وتم تجميده ثم بيعاد تجميده هل تم إنذاركم أساساً أو إبلاككم كنقابة يا جماعة ابتداء من 11.2024 سيطالب العيادات بكذا فبلغوا الزملاء هل في أي حاجة من لك؟ وده بقى مربط الفرس يا أستاذ أبراهيم أنه لم يتم أولاً ما كناش متجاوزين وفجأة الدولة قررت نحن تصلح الأوضاع إحنا الأطباء اللي رخصوا عياداتهم الرخصة طالعة اللي الناس ما تعرفوش الرخصة بتبقى طالعة من المحافظة المختصة بختم النصر وبتوقيع المحافظة أو بكل المحافظة إحنا مخاطبين بقانون اسمه قانون المنشآت الطبية أنا عشان أعمل عيادة بقدم بسجل العيادة في النقابة سواء البشري أو الأسنان وبعدين بروح بعد كده أرخص من الوزارة من السلطة المحلية من إدارة العلاج الحر ممثلة للمحافظ المختص فإدارة العلاج الحر من الأوراق اللي أنا بقدمها عنوان الشقة في الدور الخامس في الدور السابع رقم الشقة مساحتها الرسم الكروكي بتاعها سند الملكية أو عقد الإيجار ما فيش قانون طلب من الأطباء إنه العيادة تبقى إداري أو ما تبقاش سكني العيادة هنا إدارية هنم بمعنى وجودها في مبنى كل شركات ومكاتب إدارية بالضبط سكني إنه في بيوت وشوء يعني يسكنها مواطنين على ديون أو في بعض العمرات كان يطلع الترخيص بتاع البناء بتاعها كم دور إداري وكم دور سكني إنه كم دور إداري دور تجاري وبعدين دورين أو ثلاثة والحد الأقصى للإداري على فكرة في العادي ثلاثة دوار وبعد كده الباقي سكن الكلام ده كله في التخطيط العمراني الحديث إنما إحنا في الأحياء الشعبية وفي المراكز والقرى والنجوع ما فيش سكني وإداري والمفاهيم دي مش موجودة القانون بتاع المنشآت بيقول العيادة هي كل مكان أعدة لاستقبال المرضى والكشف عليهم ومش عارف إيه والمكان ده الطبيب بيقدم بيسجل في النقابة ويقدم في الوزارة الصحة إدارة العلاج الحر إدارة العلاج الحر تديني الرغصة أشتغل فلو أنا اشتغلت بقى أنا كده اتبعت صحيح القانون أنا لم أخالف عشان أتصالح يعني أنا حتى كنت أقول أنا ما أتخصمتش عشان أتصالح أنت بتقولي تعالى صالحني وأنا زعلتك في حاجة أنت ما قلت ليش لم تلزمني بقانون أني أرخص عياتي أعملها في وحدة إدارية ولم تلزمني بأني أقدم ما يثبت أنها إدارية ما هيش سكنية وبالتالي أنا اتبعت صحيح القانون فلا يجوز أبدا أنا بقى عندي مركز قانوني كمان أن أنا بعد الرخصة دي ما طلعت وعلقتها في الاستقبال بتاع المرضى وبستقبل المرضاية لا يصح أبدا أنك تيجي تقولي تعالى اتصالح وتعالى اتفع بقى من ألف لألفين وخمسمائة جنيه على المتر من العيادة جباية كالعادة لكن هو السؤال مش ده كمان مساس بالملكية الخاصة اللي بيوصولها الدستور يعني دي يا عياتي وهذه عقدي وهذه الترخيص وكل حاجة فجأة لأ دي والله دي من أهم المبررات اللي احنا لجأنا احنا عندنا مستشار قانوني ومكتب قانوني في النقابة بس لجأنا للدكتور جابر نصار أحد المكاتب الكبيرة خبير القانوني مرموك خبير قانوني كبير وروحنا له وكتب لنا مذكرة قانونية وقدمناها في مجلس النواب وبعتناها لمعالمي المزيرة هي إنه نمر واحد العيادات الطبية غير مخاطبة بقانون البناء ولا التصلوا عليه العيادات الطبية دي أماكن خدمية والمشرع قال أي مكان يعد الاستقبال للمرض الكشف المشرع لم يعني ما رحتش عليه المشرع قاصد ونسبها عامة لأنه فيه فلسفة إن العيادة تبقى متاحة لكل المواطنين في أي حد الافيلابيلتي يعني الاتاح لازم تبقى متاحة في كل حد عمارة 30-40 شقة لكن فيها دي أياتين يمكن اللجوء اليوم بسرعة في أي أزم العيادة لا هي مهنة مزعجة ولا هي محل مثلا سام كاري ولا محل دباغة يعني بيعمل روائح يعني العيادة طول عمرها موجودة في الأماكن السكنية وزي الصيدلية موجودة في الأحياء الشعبية وفي أي حي طب النقطة الأولى إنه ده يخضع لقانون غير القانون البناء خالص النقطة التانية إن قانون البناء قانون عام وقانون المشأة طبيعية قانون خاص وبيقول لك كده نصا وعندما تتزاحم القوانين فإن الخاص يقيد العام والأخص يقيد الخاص يعني اللي يطبق هو الخاص مش العام بالظبط النقطة التانية إن ده اعتداء على الملكية الخاصة النقطة اللي حضرتك تفضلت قلتها حالا إن ده اعتداء على الملكية وده منافي للدستور إن احترام الملكية الخاصة ده حاجات مقدسة من حق المواطن سواء طبيب أو محامي أو مهندس إنه ما تجيش أنا عندي عيادة خاصة ومرخصها وفق صحيح القانون غالما يا فندم ما عرفوش يدخلو لكم الضرائب وقراروا يدخلو لكم القانون دي نقطة برضه مهمة قوي إن الطبيب العيادة دي مرخصة فلما رخصتها عيادة جيبت على الكهرباء النور والمية والتليفونات قال لي ده العدات بتاعك يبقى تجاري ما يبقاش سكني وتقلب عدات تجاري مش سكني سائد إنه بندفع الضرائب أي عيادة عليها ضرائب فبيدفع ضرائب وكل حاجة تجاري فإحنا إلا أنا أصد الضرائب على الطبيب نفسه مش على الله فهم من مش عارفين يحلو لكم مشكلة هياخدوا منكم الضرائب إزاي فيعني فقراروا أخذكم منكم ناحية تانية بس ضبط فإحنا لم نخالف قانون طب دكتور أسامة